مستمرين مع حضراتكم وحدثنا مع أستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري تابع لمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية أستاذ محمد يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عما سألت أن ما يحدث اليوم هو نتيجة للقهر والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني والعالم لا يرى هذا الغرب يرى أن ما يحدث هو مسؤولية حماس والضربات الأخيرة يوم 7 أكتوبر وأنه حتى الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن هذا أن ما يحدث هو مسؤولية حماس بصي العالم الغرب تلوقتي أو حتى كتير نحن بنبص على اللي حصل كرد فعل أو أنه هو المشهد المواجهة وسقوط المدنيين وفكرة لكن ما التوافع التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة لو نحن نتكلم على أهمية أنه هو تحقيق سلام في هذه المنطقة إذا كان هذا الجانب الغربي تحديل الولايات المتحدة الأمريكية فلازم نرجع لما يسمى جزور هذه القضية كيف وصلنا؟ على مدى عشر سنوات أو أكثر كان يتم الحديث أن القضية الفلسطينية كانت ماتت وأن الشعب الفلسطيني لن تقوم له قائمة أخرى وأن إسرائيل فيه مستمرة في سياستها لتصفيت القضية الفلسطينية بشكل كامل من خلال استمرار عمليات الضم للأراضي والقرى الفلسطينية وبناء الكثير من المستوطنات وده وخلاص حتى نيتانيوه كمان كان بتكلم أنه كان فيه إمكاني للإسرائيل أن هي تتجاوز فكرة القضية الفلسطينية وينجح حتى بمساعدة الجانب الأمريكي إلى جعل إسرائيل جزء من المنطقة وإدماج عاملة عبر ما يسمى اتفاقيات تطبيع ولكن جاءت هذه المواجهات الأخيرة لتؤكد أن القضاء الفلسطينية ستظل هي القضية الأساسية والقضية التي لن يتحقق سلام في الشرق الأوسط ولا يتحقق تطبيع وسلام حقيقي وإدماج حقيقي لإسرائيل مع محيطها العربي والإقليمي سوى بحل هذه القضية والعودة إلى جذور هذه القضية أرجع تاني مثلا لحديث رئيس سيسي مبارح هنا فكرة أنه كل صراع لا يؤدي إلى السلام هو صراع عبسي في النهاية وإسرائيل لن يتحقق لها الأمن والاستقرار إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعات الدولية حتى الحديث الآن وفق المرجعات أصله أو مثلا وفقا كمان للمبادرة العربية للسلام في 2002 يعني فكرة أنه ضرورة العودة إلى الأسباب والدوافع التي خلقت الشكل يعني حالة المواجهات دلوقتي بسقوط هذا العدد من لكن على الجنم الآخر وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم يصرح بأنه هجومنا على غزة مستمر لوقت أطول وسيحدث تغيير عن أي تغيير يتحدث هو ممكن أنه حالة أنه حالة النزوح الدخيل هو عادي محتاج يخلقه في جوة غزة هو عادي يقسم نص غزة مقولت لحضرتك يهجر أو يعمل حالة موضوع نزوح لمليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوب القطاع وطبعا في حديث كمان من الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ممكن يبقى فيه عمليات خاصة أو قوات خاصة إسرائيلية وجهة نظري قد لا يكون هناك اكتياح بري وواسع ولكن قد ممكن يكون فيه نوع من العمليات الخاصة الإسرائيلية قام قالوا بهدف ما يسمى تحرير الرائن أو الأسرة ولكن أعتقد أن هذا الأمر لن يفضي إلى شيء لو نتحدث عن فكرة تهدئة أو ضمان أمن الرهائن جميعهم كمان بشكل ما فنحتاج الآن إلى الإصغاء إلى لغة العقل والحكمة ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين الآن والدخول بعدها في حالة من التفاوض حوالي أنه هو أصول هذه القضية أو جزور هذه القضية ساعتها طبعا قبل الحديث عن مير التفاوض للسلام غيره ممكن قبلها نتحدث عن تبادل الأسرة فكرة كيفية عدم إزالة كل الأسباب التي دفعت إلى وصول الصراع إلى هذه الحافة المنطقة الآن على حافة بالفعل على حافة من قد تتسح هذه المواجهات لتشمل مناطق أخرى عديدة زي ما قلت لحضرتك منذ قليل وساعتها كما قلت لحضرتك هيكون الجميع خاسر في هذه القضيات وفق كل المتغيرات التي حصلت في السنوات التي فاتت وتبدل أوراق اللعبة السياسية كيف يمكن أن نقدم للغرب فكرة العدالة للقضية الفلسطينية وإيه الأوراق التي نمتلكها لإقناع الغرب بهذا أنا أعتقد أن الدول العربية الدول العربية لديها الكثير من الأوراق التي من خلالها أن تجبر أو تدفع الجانب الغربي العالم عموما هو تحكم الوطن المصالح وفكرة قد تكون أنك شعارات براقة القانون الدولي الحقوق الإنسان ولكن وقت الاختبارات القبرى نجد أنه ليس هذا العالم أمريكا طول الوقت أو الاتحاد الأوروبا أو غيره دائما كان يتحدث عن حقوق الإنسان في أوكرانيا مثلا في نتيجة الحرب الرسولة الإكرانية وما تعرضوا الأوكرانيا من قطع القهرباء وغيره وغيره لكن حين دأتي لي الأضايا الفلسطينية الآن وما تعرضوا الفلسطينيين فالموضوع هنا يصوم أذنهم وفي النهاية يعني لا ده كمان بيدعم هذه من خلال الصمت أو من خلال التجاهل لما يكون بالجانب الإسرائيلي أعتقد أن مصر وما طرحوا الرئيس السيسي أمس أعتقد هو تحرك ما يمكن أن تدعمه جميع الدول العربية يمكن لدول العربية أن تذهب إلى مجلس الأمن أن الموقف الروسي مختلف الموقف الصيني مختلف يعني يمكن من خلال زيادة النشاط الدبلوماسي هل يمكن التعويل على مسألة الموقف الروسي والأي مدى يمكن أن نعوي على الموقف الروسي والموقف الصيني الموقف الروسي والموقف الصيني نتحدث عن عالم تحكومه مجموعة من التوزنات والقوات الدولية في رواية إسرائيلية موجودة بيروجها الجانب الغربي في رواية تانية هتفرج نفسها على الجميع نحن برضو في النهاية نحن في إطار أن نحتاجين صراع مال نحن نحتاجين أن نوصل لحالة أنه الآن وعجلا إلى وقف هذا وقف هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كل ما يعني أعتقد مصر في النهاية حين اختارت السلام كخيار استراتيجي بالنسبة لها ده كان جاي من قناعة أن أي صراع في النهاية يجب أن يعقبه أي صراع عسكري يجب أن يعقبه في النهاية السلام يحقق الأمن والاستقرار لكل الطرفين وحتى ما قامت به مصر بعد كده قامت به الأردن كمان فيه اتفاقية وضع عربة وما تابعه من أمور بعد ذلك فأعتقد أن هو المجتمع الدولي بجميع القوى المجموعة يمكن للقوى العربية أن تشتبك بشكل أوسع وأسرع لخلق موقف دولي موحد لوقف هذا الصراع خلينا نتكلم في البداية نحتاج لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة وعطاق أنتوني بلينكين عطاقه هو سافر إسرائيل وعطاقه كمان أبل رئيس محمود عباس أبو مازن وكان في الأردن وجاي مصري كمان والموقف في مصر هي بقى واضح كمان وأيضا وزير الخارجية الألمانية وزير الخارجية الألمانية وزير الخارجية الألمانية يعني فيه موقف موقف أكليمي بيتشكل كمان حتى جزء من تركيا جزء من ده يعني كان في الزيارة كمان وزير الخارجية التوركي للقاهرة فيه موقف أكليمي بيتشكل مصر منخرطة مع جميع الأطراف وهدفه في النهاية هو حماية الشعب الفلسطيني هو الوقف السريع لإطلاق النار العمل بشكل أسرع على إدخال المساعدات الإنسانية صحيح ويمكن هنا هنا يعني هذا النداء الأهم مسألة ضرورة إدخال المساعدات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة وده حديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أنه مصر مستعدة لتوصيل كل هذه المساعدات العالمية داخل القطاع من خلال مطار العريش وده المهم لأنه وضع أصبح غير مسبوق ووصل لمستوى خطير جدا في القطاع ننذر بكارثة بالفعل صحيح ربنا يسلم أهلنا في قطاع غزة أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد مرعي مدير المرسد المصري تابع للمركز المصري للفتل ودراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا